اشتركوا في القناة بخالص العزاء لأسرة مشجعتين نادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللي توفوا عقب حضرهم مباراة نادي الأهلي أمام تحاد سكندري الأخيرة أمام ملعب برج العرب في حادث أليم أتمنى لهم الرحمة والصبر والسلوان وإن شاء الله صبر والسلوان طبعا لأسرهم لكن إن شاء الله حنتكلم عن الحادث وعن جماهير النادي الأهلي بس خلينا نشوف الأول نادي الأهلي دايما سبقه كاعدته وقف بجوار أسرة الفقيدتين وتم تشكيل وفد برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين السندوق لتقديم التعازي لأسرتي الفقيدتين نورهان ناصر ونرجس صلاح في القاهرة وفي المنوفية خلينا أكلمكم عن جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتقدم كل غالي ونفيس من أجل مؤذرة النادي الأهلي في كل مكان وفي كل زمان ما لهمش علاقة بأي حاجة غير النادي الأهلي للأسف اللي حصل حادث أليم زعلنا كلنا زعلنا كلنا زعل جماهير الكرة المصرية نورهان ونرجس أو نادية زي ما كانوا بيقولوا لها الحادث بتاعهم زعلنا كلنا كأن مصاب في عائلتنا في أسرة كل واحد فينا نورهان ونرجس ده جزء مصغر أو حالة مصغرة من جماهير النادي الأهلي دي الصورة بتاعت جماهير النادي الأهلي اللي وراء فرقتها في كل مكان بتضحي بكل شيء عندها عشان خاطر النادي الأهلي النادي الأهلي بالنسبة لهم حياة النادي الأهلي بالنسبة لهم هو الفرح النادي الأهلي بالنسبة لهم هو العيد الفرحة أهلي الابتسامة أهلي حتى الدمعة أهلي بنزعل وبندائق وبنحزن وبنبكي لما النادي الأهلي بيخسر أو بيتعادل صورة مصغرة نورهان ونرجس من جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي ما بيهماش أي حاجة في الدنيا غير مسندت ودعم فرقتها في أي حتة صورة مصغرة بنتين في عمر الشباب عرائس الجنة بإذن الله بإذن الله في الجنة إن شاء الله جماهير النادي الأهلي العظيمة عودتنا دايما إنها تبقى وراء فرقتها جماهير النادي الأهلي العظيمة هتفضل فكرة نورهان ونرجس مدى الحياة زي ما لحد الوقت فاكرين شهداءنا في بورسعيد دي جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتقدم أروحها عشان خاطر الكيان العظيم الكيان اللي بيصنع لنا البسمة اللي بيصنع لنا الفرحة اللي بيدخل على أغوبنا السعادة في قلوبنا ودايما نفتكرينكم ودايما طول ما احنا عايشين فاكرينكم شهداءنا جميعا وآخرهم نورهان ونرجس هنفضل فاكرينكم مش هنفتكركم مش هنخلص تشجيعنا لأن لو خلصنا تشجيعنا زي ما بيقولوا جماهيرنا العظيمة هكون ميت أكيد خالص العزاء لأسرتين الفقيدتين نورهان ونرجس اخيرا